هنعمل النهاردة زبادي السادة والفروضة وبدون مكينة خالص يعني لزوم كده صحور رمضان هيبقى اقتصادي جدا معاكي وموفر وهتعمليه يبقى اقل من نص ثمان الجاهز هتقولك كمان سر تماسك الزبادي بفكرة عقرية هتحضري الزبادي في ثلاث ساعات بس يعني هتحضري زبادي الصحور في اقل من ثلاث ساعات وهيكون معاكي جاهز ومتماسك وهقولك ازاي الزبادي يكون معاكي كريمي واشطر وكل الكمية اللي انا عملها دي من كيلو لبن واحد بس هتعمليه اكتر من 8 ل 10 كبيات زبادي بالفروضة وسادة هيوفر معاكي جدا واقتصادي ومتعالوا قلت بقى سر التماسك بتاعه وبإمكانيات بسيطة خالص وهتقدر تعمليها عندك في البيت بدون مكينة بدون مكرويف وممكن كمان تعمليه بدون فرق تعالوا بس نشوفي الطريقة وما تنسيش اللايك للفيديو واشتراك في القناة لو قالوا مارس شوفيني وتعالوا كده نسمي باسم الله وصلى الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اول حاجة كده وركزوا معايا في الخطوات كويس جدا اول حاجة معايا كيلو من الحليب او اللبن زي ما بسموه اللبن هنا أنا مستعملها لبن سايب اللي هو من عند اللبان عادي ومستعملها كمان عرب الزبادي اللي هي حجمة صغير هنا استعملت الزبادي زبادي الشركات اي نوع زبادي انت بتحب طعمه هيطلع نفس نوع الزبادي اللي انت عاملي يعني نفس طعم الزبادي اللي انت هتحطيه خميرة هيطلع نفس الطعم بتاع الزبادي اللي انت هتعمليه فهو ده سر طعم الزبادي الكريمي هيبقى من السرق من الخطوة دي اني تستعملي نوع زبادي تكوني بتحبي طعمه فهيطلع لك نفس طعم الزبادي بالزبط وكمان هقولك سر التماسك بتاعه كل ما يكون الخميرة او علبة الزبادي اللي انت هتضفيها على اللبن تكون متماسكة معاك هيطلع الزباج المعاكي متماسك بنفس الطريقة بالزبط وهتشوفه معايا دلوقتي بالخطوات تضيب بقى انا هنا اضيف الحليب في حلة وهسخنه على النار يغلي خالص كأنك بتغلي لبن عادي خالص وبعد ما يغلي خالص بحطه كده على الرخيم ما يبرد وهبطيج نقلب كده فيه تقلبتين علشان يبرد يعني معايا بسرعة يطلع السخنية اللي فيه بسرعة ويطلع بخار السخن اللي فيه خلاص بس دلوقتي خطوة مهمة جدا علشان من نجاح الزباجي معاك وما يفشلش ودي بتبقى خطوة مهمة بتفشلك يعني اغلب الناس بتغلط فيها ان انتي لازم تدي في الخميرة او علبة الزباج اللي هض فيها على الحليب لازم تدي فيها وهو الحليب يكون معاك دافي يعني عارفة كده زي دمعة العين او زي رضعة البيبي يعني بتعملي كده رضعة للبيبي بتبقى دافية هو نفس الحكاية بالضبط نفس الدفايان كده بتاع رضعة البيبي او دمعة العين كده بتبقى دافية ما بتبقاش سقنة بتعرفي ازاي بتحط يسبوعي كده في الحليب وتعدي من واحد لسبعة او من واحد لعشرة لما تحسي ان ديك تقدر تستحمل ان انت تفضلي كل ده في الحليب يبقى كده خلاص معاك الحليب جاهز ان انت تتحضرين اخدت كده علبة الزباجي زي ما شفته متماسكة معايا يعني حتى لما قلبتها كده ما نزلتش بسهولة يعني ما نزلتشها لما شلتها بالمعلقة الزباجي هطلع معاك متماسك بنفس الطريقة خلاص في خطوة تانية لسر تماسك الزباجي بس تتابعه معايا والله هتستفيده كتير وهتوفره كمان ضربت الزباجي كويس كده بالهند بلندر او ممكن بالخلاط زي ما انت حبه وبشوية حليب وكمان اخدت الاشطاء اللي كانت على وش اللبن علشان تخلي معاك وش اللبن معاك او وش الزباجي لما يطلع كريمي كده وحل هطيف دلوقتي بقى ايه الزباجي اللي انا ضربته في بالهند بلندر على كمية الزباجي كلها اللي في الحلة وهقلبهم كويس جدا علشان يتوزع في الزباجي كله او في اللبن كله الزباجي دلوقتي عايزة تعملي الزباجي بفراولة انا هعمله النهاردة معاكم بالجلي عايزة تعمليه بكريم او بكريم جونتي فراولة او ب ايس كريم فراولة اللي تحبيه انا كان عندي جلي وانا بعمله على طول بالجلي وبيطلع متماسك وطعمه حلو جدا بس هنا في خطوة مهمة جدا ان انت علشان الجلي ما يخرصي معاك في الزباجي ويبقى قوامه كريمي لازم تدويب الجلي الاول بشوية مية مية سخنة هنا ضفت قد ايه 3 معلق الاول كده مية سخنة وهضرب كويس وضفت كمان معلقة سكر عشان يبقى طعم الزباجي مسكر شوية هنا لقيت المية قليلة ضفت كمان معلقة يعني اربع معلق كبار من المية السخنة مية سخنة بتغلي وهبتدي ان انا اضرب كويس جدا الجلي كده في المية السخنة لحد ما حس ان الجلي ده بخالص وهيبقى معاك عامل زي السوس الفراولة بيبقى تقيل كده ما بيبقاش خفيف علشان يبقى متماسك معاك في الحليب عايز اقولك كمان اي حاجة هتستعمليها معاك في الزباجي لازم تكون نشفة خالص ما فيهش ولا نقطة مية يعني المغرفة اللي تغريب فيها دي تكون نشفة ما فيهش مية والدورق كمان اللي هتعملي فيه الزباجي ما يكونش برضو في مية ولا كبيات ما يكونش فيها مية كل حاجة تكون ما فيهش مية خالص تكون نشفة تماما علشان ينجح معاك الزباجي ويطلع متماسك هبتدي بقى انا ناخد الكيمية اللي هنا هعملها الزباجي سادة وهحطها كده في الكبيات وهنا الكبيات معايا على فكرة حجمها اكبر بكتير من الكباية اللي انا ضفتها في الاول خالص يعني دي حوالي مرة ونص من الكباية اللي انا عملتها في الاول اللي هي زبادي الشركات خلاص هبتدي ان انا نعمل كده اربع كبيات والكباية اللي بيات دي كبيرة يعني حجمها اكبر كمان من الكباية صغيرة يعني ممكن الكمية دي تعملي بيها عشر كبيات من الزبادي خلاص هاخد كده شوية من الزبادي او الحليب اللي ضيف عليه الزبادي وهضربه كويس برضو مع الجلي لحد ما احس ان كل المكونات كده امتزجت كلها مع بعض هضيف بقى الزبادي علشان نصبه كده او نعبيه في الكبايات ويبقى سهل معنا اهو وهنا علشان اعزز اللون يعني مش شرط ان انت تدي في اللون هنا كان عندي شوية سوس فراولة وممكن تخليه باللون ده كده عادي برضو هيبقى طعمه حلو والجلي واضح فيه جدا هتزودت هنا شوية لون سوس فراولة علشان يعزز بس اللون خلاص او جلي فراولة اللي موجودة عندك جلي فراولة او اللي هي الاكياس اللي بتبع كده في السوبر ماركت برضو بتنفع جدا بتدي طعم وبتدي لون هتجيب يعني انا صب كده الكبايات بالشكل ده اخدت بس الدرق ده علشان ما يدلدقش معايا او يهضر معايا الحليب علشان الدرق بتاع الهند بلندر مفوش يعني مفوش مكان كده يصب كويس الزبادة بصوا وكملت هنا الكبايات للاخر كان يعني كان ينفع يعملي كباية كمان فالكمية حلوة جدا وموفرة جدا ويعني مضاع يعني الكباية كمان دعف اللي احنا نشتريها جهزة خلاص اتجيب ان انا اغطيها باي غطة عندك او ممكن لو عندك اكياس تغطيها كويس وبفوتة ممكن في الوقت ده كده سيبيها على الرخامة وما تهزهاش ولا تحركيها اللي مدت اربع اتناشر ساعة اه خمستاشر ساعة لحد ما تتماسك اعملني بتاخد وقت كبير جدا لكن انا عشان اختصر الوقت وقلت لكم هعملها لكم بفكرة عبقرية جدا بصوا هبتدي الوقتي ان انا ادخلها في الفرن الفرن بيكون معايا سخط خلاص بعد ساعة بالضبط بشوف معايا بلاقي الفرن معايا برد مروح مشغالة الفرن تاني وما تخافش خالص شغالي لحد ما الحرارة كده تشتغل والفرن معاك يدفع يبقى ميل للسخونة تروح يقفل عليه بسرعة وقفل الفرن ساعة كمان يعني اعملي الخطوة دي تلات ساعات وربعة كل ساعة تلاقي الفرن معاك برد تروح يمشغالاه يدفع اقفليه وخلي الزباجي فيه ساعة كاملة تشوفي تاني بعد ساعة تلاقي الفرن برد تروح يمشغال الفرن تاني وتروحي مخليها لحد ما يسخن وتروحي اقفل عليه وساعة قعد ثلاث مرات عملت الخطوة دي لحد ما الزباجي معايا تمسك كده بالشكل ده يعني ثلاث ساعات بس وطلع معايا الزباجي متماسك كده بالشكل ده شايفين؟ اوفر بكتير ان احنا منسبيه وتغطيه ويقعد معاك بقى يعني انا جربت قبل كده ان انا اغطيه كده بسيبه بره على الرخامة واعمله دفاية بيقعد اتناشر ساعة قمستاشر ساعة يوم كامل او ليلة كاملة لحد ما يتمسك معاك كده بالشكل ده لكن خطوة الفرن دي بتخليه متماسك جدا لو عندك مكريوف برضو ممكن تعمليه بنفس الطريقة بس طبعا مش هتسيبيه آآ ساعة لا هتسيبيه آآ لما المكريوف يهدى بتشغليه تاني مرة واتنين تلاتة اربعة لحد ما يتمسك معاك كده بالشكل ده خلاص قلت لكم خطوتين يعني سهلين جدا ومبساط وبيطلع لك زباجي متماسك لونه حلو طعمه حلو كريمي يعني مش قادر اقول لك قد ايه توفير وقد ايه اقتصادي وقد ايه طعمه احلى كمان عايز اقول لك ان كل ما تستعملي اللبن يكون بخيره بيطلع طعمه كريمي وقشطة احلى كمان من الخميرة اللي انا استعملتها او من عالبة او عالبة الزباجي اللي انا استعملتها في الاول وده شكله بعد ما طلع من الفرن وارده لكم قبل ما دخلوا كمان التلاجة وهنا دخلتوا التلاجة بس حوالي ساعتين وطلعتوا علشان يكون جاهز كده للتقديم او ساعتين بقى ساعة حد ما يسقع معاك بس او بالشكل ده بصوا حجر هزي في كوباية كده على قد ما تقدروا ولا عمره هينزل من الكوباية متماسك جدا طعمه كريمي طحفة اللونه حلوة قوي وكمان الزباجي الفراولة وبالجلي طعمه طحفة بصوا قد كريمي وطحفة ما فيش بقى تخريزة الجلي معاك علشان خطوة المياسوخنا اللي احنا دوبنا فيها الجلي كويس في الاول وبصوا كمانا هقلب الكوباية وهي متاخد منها يعني الكوباية لما بتشيلي منها او بتاخدي منها معلقة بتحس ان هي بتقع منك لا بصوا اهي اخدت منها معلقة وبرضو سبتة في مكانها او ما بتتحركش ومتمسكة جدا او ده شكل ده باجي معانا النهاردة ان شاء الله هتجربي وهتدعيلي ووفري بقى كده فاحنا عايزين نوفر طبعا في كل حاجة او دي كده كمان يعني دي كوباية كبيرة يعني ممكن لو قلبتها كده تتقلب معيك وتتدلق لا هي بصوا متماسكة جدا شايفين طحفة الجربية بقى ان شاء الله هيهجبك جدا ما تنسيش لايك للفيديو والاشتراك في القناة لو اول مرة تشوفيني واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني جديد وفيديو تاني جديد السلام عليكم